السلام عليكم في هذا الفيديو قد نتكلم على أهم مضامين خطاب دي المالك محمد السادس حفظه الله اللي جاء مناسبة افتتاح الدورة الأولى من سنة الشرعية الرابعة قد نقول لكم الخطاب دي المالك اليوم كان خطاب اتجاه اتجاه واحد وركز بها الدرجة الأولى على ملف دي السحراء المغربية كان واضح أن المالك محمد السادس حفظه الله قد نتكلم على ملف دي السحراء المغربية في هذه المناسبة دي ولش? いただي أن مباشرة ل дан من اللي وقع ما بين المحكمة الاوروبية مع المغرب محكمة الاوروبية مؤخراً للغاة الاتفاقي تحاديه السيد البحري وفي لحل دانها مع المغرب اتحت الاوروبي دانها مع المغرب حكم أن المغرب يدرج المياه او للاراضي السحرائي الاتفاقية وبالطبع الحل المحكمة الاوروبية يعطي الأمر غير مقبول وغير قانوني هدا كما كنت شوفوه لمحكمة الاوروبية ولكن المغرب ما تسوقش ان هاد الرد الفعل دي لمحكامة الاوروبية وللحكم دياله بصفة نهائية لان المغرب عنده شركاء جدود وعنده بدائل هادشي اللي عملته المحكامة الاوروبية ما اطرح تيشي حاجة على المغرب بصفة نهائية وهادشي اللي خلال الملك محمد الساديس في الخطاب دياله ديال اليوم يشترح ويفسر ويوضح الموضوع اللي عنده علاقة بملف الصحراء المغربية الخطاب كان قسير ولكن كان باين علاش جاهد الخطاب هذا تكلم طبعا الحال بعد الافتتاح ديال الكلمة دياله اتكلم مباشرة الاعتراف ديال فرنسا بالصحراء المغربية باعتراف ديالها الرسمي ديال جميع الاطراف اللي كانت في فرنسا بالسيادة المغرب على الصحراء دياله وبمبادرة ديال الحكم الداتي اللي قدمها المغرب للصحراء يعني الملك محمد الساديس وضح نقطة ديالي الكامل وكي يقول بانا فرنسا يعني هاد الاعتراف دياله رجاء عنده جذور تاريخية وفرنسا عرف الخباية ديال اللي ميلف اكتر من اي دولة اخرى لان فرنسا دياله كانت كتستعمر المغرب وكنت في عاد الحماية في المغرب وكتستعمر الجزائر يعني فرنسا هي اللي عرفها كل شي اذا مدام فرنسا اللي عرفها كل شي والان كتعترف يعني رسميا السيادة المغرب للصحراء دياله وقدعم المقترح ديال الحكم الداتي اللي قدم المغرب للصحراء فبطبعا ديالحال هنا كي بغي يبين الملك للناس كاملين ان فرنسا سافرة طرقات الملف معنا يعني اذا كانت شي اطرف اخرى بقى طامعا في فرنسا تغير الاقوال ديالها رامكيني ولا مدك شي يعني الملك بغي يوصل الرسالة لكل شي خاصة هنا كنت تكلموا على الجارة الجزائر لان الملف ديال الصحراء المشكل الكبير لكينا النظام المغربي مع النظام الجزائري يعني هنا في الحالة هدي بغي يقول للمالك صفة عامة النظام الجزائري ان فرنسا اعترفت وتسالة وسدينا الملف في الخطاب دياله تكلم على فرنسا وتكلم ايضا على اسبانيا والاعتراف ديالحتها واشكر الدول العربية الشقيقة والصديقة اللي ايضا اعترفات بالصحراء المغربية طبعا الحال والسيادة دياله وكالدعم مقترح الحكم الداتي ودول افريقية وإلى غير ذلك يعني الخطاب تقريبا كامل منصب على هذا الامر هذا والمالك محمد السادس ايضا كيدعو جميع الاطراف يعني رسمية مدنية حزبية والجمعيات وكل شيء انها تنسق فيما بينها وتزيد في الملف وتدافع لهذه القضية وتزيد من شر القضية العادلة اللي كي امن بها المغرب واللي المغرب كتعتبر القضية دياله الاولى فكل قضايا القضية ديالصحراء بالنسبة للمغرب هي القضية الاولى فكل قضايا وتشيلي كي خلي ان الاطراف ديال المغربة سواء سياسيين احزب جمعيات حقوقيين مدنيين سعديين مواطنين واحد ما عرفه كل شيء كي يقول كلمة واحدة اش كي يقول الصحراء مغربية ابا من ابا وكرها من كره المغرب في صحراء ايه هو الصحراء في مغربها كي يقول المغربة كاملين صحراء ديالنا وخمرفة شديرنا وخيعدمونا يعني قضية المغرب هي قضية وجود وليست قضية حدود قضية هدي كتخلي اي مغربي عنده دم واحد وهو كي يأمن بقضية وحدة والخارطة ديال بغي يشوفها كاملة من طنجة القوارة بغي يبغي يكره هاللي يكره الخارطة تخصى تكون كاملة وخطح الروح عليها المهم الخارطة تكون كاملة ممكن لي هرسها في نفس الوقت في الخطاب ديال لمالك محمد السديد يعني نصفها النقطة هدي ولكن راك يدعو للسلم والسلام مع جميع الاطراف وحتى للنظام الجزائري الجارة الشقيقة راك يقول لها مرحبا بك يعني لكنت ملف دي الصحرة باقي غاد تكلمي فيه راك الملف غاد يتسد وغانساليه منه با غاد خدمي معنا مرحبا بك كتخيلوا ان المغرب اذا قال للجزائر مثلا النظام الجزائري عاجيوا نخدمه راك المغرب مع مر ما غاد يرفض يعني فقط اشارة من النظام الجزائري انه يمدي الدوم للمغرب كل مصافحة نبدأ نخدمه جميع وانتحده جميع ونكونه قوة يعني في المنطقة يعني تخيل المغرب والجزائر دولتين متحدتين يا سلام يا سلام يجي داك النهار ان نشوف المغرب والجزائر دولتين متحدتين فيما بينهما قوة اقليمية جبارة تسكت جميع الاطراف يعني اقوى قوة اقليمية غاد قدر تكون في المنطقة اذا كان يعني التحام بين المغرب والجزائر النظام مغرب والنظام الجزائري أنهم يلتحموا فيما بينتهم ويديروا يدفين نهار اللي هيوصل هاد نهار دا هاد يكون أحسن نهار غانشوفوه في التاريخ من نهار اللي خلقناه وخيرا كانت نتمنى شي نهار يوصل هاد نهار دا ان شاء الله اللي غانفرحوه به كمين سواء مغاربة أو جزائريين هاد العدوة اللي خلقها المستعمر واللي بقاها تحت الآن المستفيد الأكبر دائما هو المستعمر علاش لأنه عارف أنه إذا كان بيناتنا وحد الالتحاء ما هتكون أمر يعني يختلف في الأمر بالنسبة طب بعد الحال كينا في الوسط الجزائري يعني النظام كي يزرع في الشعب الجزائري أن المغاربة مخصكم شهدروا معهم مخصكم شكلموا معهم لأنهم مطبعين النظام هو اللي يطبع وانتما يعني عندكم علاقة طيبة مع فرنسا وخفرنسا طبعت مع إسرائيل علاقة طيبة مع فرنسا وتحبون فرنسا وتتمنون العيش في فرنسا ولو أن فرنسا مطبعة مع إسرائيل ولو أن فرنسا استمرت الجزائر 133 سنة ولو أن فرنسا يعني الشوهات بالجوتة ديال الشوهداء الجزائرين فرنسا درت الأسوأ والأسوأ في الأسوأ في الجزائر ومع ذلك يعني تمجدون فرنسا والحكم الفرنسي والنظام الفرنسي وكل شيء في فرنسا يعني أين الخطأ هنا؟ يعني شكو اللي غالب؟ الشعب المغربي عمل أكبر مظاهرة في التاريخ دياله كانت مدينة الريباط تنقلب على رأسها التطبيع يعني الشعب رأس غير قابل هذا الأمر هذا ولكن النظام اللي قبل للأمر هذا يعني كان مسائل سياسية كدخل في الإطار هذا لو كانت الجزائر منهر الأول يعني قدمات يديد المغرب ما كناش عن فكر في هذا الأمر هذا ولمش يوفى الطريقة هذا نهائيا وبتشوف أنت بلدك قد تتقسم النص بالنص والجارة ديالك ما مساعدكش فقد يدير أي حاجة على قبل أن البلد ديالك ما تتقسمش يعني مسألة للتطبيع اللي وصلنا للمغرب كانت مسألة عنده أبعاد سياسية أكثر من أبعاد أخرى هنا هذا التطبيع اللي دير المغرب يعني أصلا هو جزئي يقدر أي لحظة يتحييز أي لحظة يتقدر يتلغى ما عليش يبقى دائما يعني باش كله تفاهمين يعني المغرب باغي مصالح دياله السياسية وباغي الوحدة دياله الترابية وباغي هاد الأمور هذي ولكن لو الجزائر قالت مرحبا وصفحة المغرب وقالت نفتحه وصفحة جديدة نحلو الحدود ومن دولة نخدمه يد في يد ذاك الشي غادي تبدل كل شي غايتبدل كل شي غايتبدل لأنك هتعرفه القوة الإقليمية اللي هتولي هتولي زعماء يريتي وصل ذاك النهار نشوفه مغرب مع جزائر كدولة وحدة متحدين بينتهم فتح الحدود بينتهم ومتفقين في جميع الأمور ما بينتهم وذيك الساعات أنا تشوف القوة الإقليمية الحقيقية واللي غايتولي الاحترام من طرف جميع الدول الأوروبية ولا أمريكا ولا أي دولة ولا بقيت تكون عارف القيمة دي للاتحاد هذا على ذاك شي يعني الغربيين بخصوص مثلا الدول المعادية أنك تختم أن هذا الأمر هذي يبقى ويستمر هذا العناد هذا وهذا هذا الكونفليكت وهذا مع الأسف شديد كانت هذي بخلصة أهم ما جاء في خطاب الملك وتفرعنا بعض الشيء باش نوضحوا بعض الأمور مني الفيديو ولكم تعليق أجب لكم فاتشي لتقاسم لكم اليوم خلي معكم الله كما فيها بس في فيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته